صليم زليب اهلا بكم كل طالبات وطالبات ثلاث سنوي اهلا بكم في مكتب فرنسا ونهاردة بنستكمل مع بعض حل كتاب برافو الدرس الثالث الوحدة الاولى في الكتاب صفحة 98 لو انت جديد في القناة اعمل اشتراك عشان يوصل لك كل جديد عندنا في القناة تستفادوا معانا كتير من الفيديو ويلا نبدأ طيب هنا بنبدأ بالسؤال الاول انت هنا بتستحسن نوع من انواع الرياضات فانت تقول هنا سي سبور اموتيفان هي لعبة حماسية ولا سي سبور نباد سبريد دي كمبتسيون لا الرياضة دي مفخاش روح المنفسة ولا سي سبور سي براتيك اللعبة دي بتمارس بخمس لعيبة ولا سي سبور اللي براتيك سلموس سير لانيج ولا بقول ان اللعبة دي بمارسها فقط على اللي هي التلك طبعا هنا بنختار الاجابة الاولى عشان هنا هو بيستحسن يعني بيقول هنا صفة كويسة يعني بناخد بعد كده الكتاب صفحة تسعة وتسعين هنا صديقك بيسألك وخلي بالي هنا بيسألك عن الرياضة الخطيرة اللي انت بتفضلها وقلنا كلمة بتساوي دانجري بتساوي فيولون تمام حد قول له ايه جيلي براتيك لويك اند ممارس في الويك اند طبعا عندي مش رياضة خطيرة رياضات الخطيرة اه هي رياضات عنيفة وخطيرة وما سألنش على الرأي فيها جيملا بوكس انا بحب البوكس يعني انا عندي اعلانات او اه افيشات لبوكسر اللي هما لاعبي الملاكمة ولا بقول اني براتيك بالسبور اكسترام مش بنمارس رياضات الخطيرة في المدرسة لا هو انا بقول له هنا انا بحب البوكس بودي مندي اا بو تركوبة او اون فا بورفير دي سيرف اه هنا او خلي بالاك اين نذهب لنمارس هنا ركوب الاموال كسك اللي دين بيقول الفو ابرتي اين برانش اه يجب ان احضر اللي هي اللوح الخشبي مش مطلوبة عندنا هنا دلوقتي جي في اسستي اا اين كومبتسيو دي سيرف انا رايح احضر مسابقة ولا أومفا ألمير هنروح البحر ولا الجبل طبعا هنروح البحر يعني هنا رأي بتعبر هنا عن رأيك في رياضة خطيرة كسكفودي هتقول لفوتبول نيبان سبور إكسترام الفوتبول هي رياضة مش خطيرة ولا بور موا بالنسبة لي لتينيس إيمون سبور بريفري هي رياضة مفضلة ولا هنقول هنا إحنا محتاجين دون مونيتير يعني مدرب خاص عشان نمارس الرياضة الخطيرة أو العنيفة ولا بقول سبور نو دون دي سينساسيون نوفل هذه الرياضة بتعطينا مشاعر جديدة طبعا هي دي الإجابة الصحيح ده رأي في الرياضات الخطيرة هنا بروبوزي يعني تقترح أو فوزمي على أصدقائك إيه نكتيفتي نشاط معين كسك فوديت حت قلهم إيه سا فوديت اللي على بيبلوتيك رأيكم نروح المكتبة ولا كلاكتيفتي إيه الأنشطة اللي انت بتفضلوها ولا ماذا تعملوا كون إيه البلي لما الجو هنا بيمطر تعملوا إيه ولا فوزة اللي بورتي عن كوستيم هتحضروا هنا البدلة ولا الفيست الجاكت طبعا هنا أنا بقترح عليهم نشاط فتعلمنا إزاي نقترح بقول لهم هنا إيه رأيكم وفو بروبوزي انت بتقترح على صديقك إن هو نحن نعمل نزهة طويلة كده كسك الفوديت ماذا هو يقول لك بيقول لك جين بكوسا أنا بحب ده كتير جباشر شي مي باسكيت أنا حبحث عن الأحزير رياضية بتاعتي ولا بقوله بيقول لك إن دي رياضة كلاسيكية تقليدية ولا بيقول في الصيف أنا بعمل نزهة ولا موكو با انفاق دي لراندوني السل صديقي بيفضل يروح تنزه بمفرده طبعا هو لا صديقك بيقول لك هو حابب الفكرة دي وكمان حيجهز الأحزير بتاعته بيسألك لأنت مش بتمارس رياضات الخطيرة حتقول له إيه لأن هذه رياضات حماسية جدا لأني أجد وها خطيرة مش بمارسها ليه لإني أنا بجد أني الرياضات دي خطيرة ولا حقول له إن هي بتنمي اللي كي بروح الفاريب وأنا بيقول له أنا بتضرب كل الأيام عشان أكسب لكورس الصباق فوت ركوبان فو ديمانت ليليه آه هنا بيسألك عن المكان بورفير دي فيتيتي عشان نمارس اللي هي ركوب اللي هي ركوب اللي درجات في الأماكن الوارا كسكي لدي بيقول لك هنا بركوة لماذا تمارسها ولا كومو كيف تجدها يعني إيه رأيك فيها ولا كسكي لفو ماذا يلزمنا عشان نمارسها ولا أو طالما أنا بسأل عن مكان يبقى بيقول لك هنا أو أين نستطيع ممارسة الرياضة دي يعني معناها رأي إيجابي رأي إيجابي يعني بيحيقول حاجة في صالح الموضوع ده عن الإسكالات يعني هنا حيستحسن حيقول حاجة من مميزاته اللي هو تسلق الجبال فحيقول إيه سنسبور ستانسبور داندريل يا ده خطيرة ولا بيقول هنا أين براتيكس سبور ألمانتني بالمارس الرياضة دي في الجبل ولا عشان نمارسها نحتاج لإنكور دي حاملة ولا سسبور نو برميت اللي هي تسمح لنا دي دي كوفرير استكشاف ديزاكتيبيتي أنشطة جديدة هي دي الإجابة الصحيحة الصفحة اللي بعدها صفحة مية بيقول هنا فوري فيزيرو فيزي يعني ترفض هنا عرض صديقك إنك تمارس الطيران الشراعي هتقول له إيه سيمون سبور بريفري دي رياضاتي المفضلة ولا أنا بمارسها في الهواء الطلق ولا سيتين بوني دي إنها فكرة جميلة ولا جيب ريفير دي لاشاس أنا بفضل الصيد طبعا أنا هنا برفض لإننا حمارس لعبة ثاني فحقول له إن أنا بمارس الصيد يعني مش حمارس إيه الطيران الشراعي ده فوسات كونتر لسبور إكستريم إنت هنا قلنا كونتر كلمة مهمة جداً يا شباب إنت هنا ضد الرياضات الخطيرة فحتقول إيه أنا بحب الرياضات العنيفة دي ولا في رأي رياضات دي سيني بو سيني سونت با دانجريلا تكون خطيرة ولا بتقول هنا التسلق هو هوايتي أو متعتي ولا هنا بتقول سبور إكستريم سينيل نيل يعني سيء بنقولها لما بنكون بنستاء من شيء أو إحنا رفضينه فوتر مي فو ديمان دي فوتر أوبنيو سي لاليت اللي هي المصارع بيسألك رأيك في المصارع كسكيل دي فحيقول لك إيه كسكتي بانس إيه ما تتعتقد أو تفكر أو إيه رأيك في لاليت المصارع ولا بيقول لك إن المصارع بتمارسها دبويكو منذ متى ولا لماذا أنت ترفض ممارسة المصارع ولا أين تمارسها طبعا بقوله الأولى اللي هي إيه رأيك فيها جانيل اللي هو يكسب كونكور مصابقة انت هنا بتنصح زميلك ده اللي هو عاوز يفوس في المسابقة حتقوله إيه متو مايو البس الزر رياضي ولا المسابقة هتكون غدا ديما ولا انترنت وابو كو يعني بقوله هنا اتضرب كتير عشان المسابقة ولا جي اون في أنا عندي رغبة في إن أنا أكسب المسابقة فو بارلي دي كاركتريستيك دي يوغا انت هنا بتتحدث عن سمات لعبة اليوغا كسك فو ديت حتقول سيتيو فيتي ريلاكسي براتيك اليوغا لو انت عاوز ريلاكسي يعني تبقى ريلاكس أو تهدر فانت ممكن تمارس اليوغا ولا بقوله سيتان طبي إنها سجادة عشان نمارس اليوغا ولا اليوغا هي رياضة المفضلة ولا أنا بمارسها احنا بنمارسها بدون أدوات طبعا من خصائص لعبة اليوغا إن احنا بنمارسها بدون أدوات طبعا هنا الإجابة لأدوك يا شباب هنقول هنا لو انت عايز ترخي فانت حتمارس اليوغا لإن هنا بيقول أنا محتاج سجادة عشان أمارس عليها اليوغا فمش حينفع نختار رقم دي طب السؤال اللي بعده تطلب من أبيك هنا الإذن بممارسة الجودو هتقول له إيه ممكن أخذ حصص الجودو ولا ممكن أذهب الصال إلى صالة الألعاب مع أصدقائي ولا أنا أريد الذهاب معك ولا بقول له أخي يريد ممارسة الجودو لا طبعا هنختار أول واحدة انت بتسأل هنا صديقك عن رأيه في التنس كسك فوديد بقوله هناك موتي تروف لتينيس هنا تروف معناها كيف تجد التنس او ايه رأيك في التنس مش بقوله انت بتمارس التنس ولا ماذا يلزمنا عشان نمارس التنس ولا لتينيس براتيكا بكوا بنمارسها بي بيسالك كيف نستطيع ممارسة التسلق فحنقوله هنا دي رياضة خطيرة ولا بقوله انه الشخص كي اسكلاد لا منتني الشخص الذي يتسلق الجبل ولا قولنا براتيك وجب ناس بنمارسها في صالة الالعاب ولا قولنا طبعا هنا احنا بنستخدم الحبل عشان نتسلق القبال بيسالك هنا يعني ايه رأيك في اللي هي عبور الوديان كاسكو فوديد بتقوله جينفر دي كانينينج انا بحب ممارس الكانينينج ولا جو براتيكا لكانينينج كون لتون ايبون بمارسها لما يكون القاو جميل ولا جو في دي كانينينج انيتي بمارس ركوب عبور الوديان في فصل الصيف ولا بور موا بالنسبة لي جينيفي بارانتري على ميزو اموتي مور انا ما بحبش ارجع البيت ميت من التعب دي طبعا هو رأيه لان اللعبة دي بالنسبة له مرهقة فهو ده رأيه فيها بناخد مع بعض صفحة 101 انت بتقترح هنا على صديقك رأي لعبة او نشاط رياضي كاسكو فوديد بتقوله ايه ساتي دي دعليق السينما ايه رأيك نروح ازاي السينما ايه رأيك نروح البيسين اه ايه رأيك نشوف دوار لي ماتشا على تليه الماتش في التلفزيون ولا ايه رأيك دفاغ لي دوار نعمل الواجبات طبعا هنا هنختار ان احنا هنروح البيسين على اساس ممكن يمارس سباحة فو رفيزي رفيزي يعني هنا بترفض دعوة صديقة كاسكو فوديد حتقول له جي ريجرت انا اسف منبير ايه ملاض والدي مريد دا كور يعني موافق جي في فينير انا هقتي سي سبير دا رائع ولا افجران دي بلزير بكل سرور طبعا الثلاثة الاخرين من كلهم بنستخدمهم للقبول لكن انا هنا عايز ارفض فترامي وانفيت افرق دو تينيس بيدعوك هنا لممارسة التنس فو فو اكسي كزي يعني انت هنا بتحتزر كاسكو فوديد حتقول له دوزي ليه اسف انا عندي متحنات اه موافق بوركوابا ليلا انا بحب الرياضة دي ستين بون ايدي انها فكرة جميلة لا انا هنا برفض بوردوني انكون سي افوت ربتي فرير عشان تقول نصيحة الاخيك الصغير كاسكو فوديد حتقول له تي بريفير فير دي بيانو انت بتفضل اه مبارسة البيانو ولا انت تكره فير لافيزيل اللي هي معناها غسيل الاطباق ولا بقول له تي ام فير دي سبور انت بتحب الرياضة ولا تي دوا فير دي سبور يجب ان تمارس الرياضة انا هنا بقدم له نصيحة فبقول له يجب عليك ان تمارس الرياضة فو بروبوزي بتقترح على صديقك الخروج كاسكو فوديد بتقول له سا فوديد دالي اوكلاو اه ارايك نروح النادي او فاتي اين انت تذهب كيف كومون فاتي اللي هي معناها كيف حالك في زون لي دي فور فنعمل الواجبات لا احنا عايزين نخرج هنروح النادي فو بروبوزي افوت رامي دالي او سينيما بتقترح عليه تذهب للسينيما كاسكو فوديد بقول له هنا لي سينيما سي او ريبل حاجة وحشة حاجة مرعبة ولا بقول له قال لي قالو او سينيما فلنذهب الى السينيما هنا خلي بالك الامر مصرف معنو وهنا بيضل على الاقتراح مش هتقوله انا بكره السينيما ولا السينيما سيئة انا ميتي دي ماند لانا تير دي ترافاي دي لاربيتر بيسألك عن طبيعة عمل الحكم تيري بوند تعلمنا الحكم بيعمل ايه الكنترول لي ماتش يعني هو هنا بيحكم المباراة مش جار دي لبيت بيحرص المرمى ولا يدرب اللاعبين تناميتي ديفيني لفرميل ا ا ال دي بيعرف لك هنا سباق السيارات فبيقول ايه سيتين كورس دي بواتير طبعا هو سباق سيارات مش سباق قري على الاقدام ولا دراجات تناميتي دي ماند كي تي انترين و سكي تيدي تسألك من بيضربك في الاسكي اللي هي التزلق هتقول لها حارس المرمى ولا المدرب طبعا مدرب خاص مش الحكم تناميتي دي ماند بيسألك لي في تي تي سيكوا يعني ايه في تي تي حتقول له تانس بور كلاسيك رياضة كلاسيكية ولا جماعية والاكسترين طبعا رياضة طبعا عارفين ان هي عنيفة تانس بور تي ديمان دي اه تانبروفسير تي ديمان دي بريزانتي ان سلوغو دي سبور تي دي هنا مدرسك بيطلب منك انك تقدم هنا شعار او رمزة عن اللعبة الرياضية هتقول الفو بيان اي تي دي يجب ان تزاكر ريدا ولا يجب ان نستمع للمدرسين ولا بيقول هنا انس بريد سان دونزان كورسان يعني معناها هنا الجسم السليم اه العقل السليم في الجسم السليم ده شعار كلنا عارفينه من زمان بنقوله عن الرياضة تي دي منضع انا مي لكاركترستيك دي لناتاسيوم هنا بتسأل صديقك عن سمات السباحة هو هيقول لك ايه اعلنت اسيوم تيفا لعبة حماسية ولا سيمون سبور بريفري الرياضات المفضلة ولا انا بكره السباحة لا هنختار الاولى وصلنا نهاية الفيديو بتاعنا يا شباب المرة جاء هنحل القواعد ما تنسوش اللايك شايرو كتير وعلقاكم فيديو اخر اروفار